منذ ظهور فيروس كورونا في الصين وجدت كتماً إعلامياً حتى انتشر الفيروس وازداد عدد المصابين الإعلام والتوعية كان غائبين بسبب الأداء الضعيف والتعاطي مع هذه الأزمة المملكة أثبتت للعالم قدرتها في إدارة الأزمات فلقد استعدت مبكراً وقامت بتشكيل لجان مختصة تضم عدة جهات حكومية بهدف نشر كافة المستجدات والأخبار والإجراءات الوقائية والتوعوية في جميع ما يخص فيروس كورونا على ذلك عبر المؤتمرات الرسمية تضم تلك الجهات لإطلاع المواطن والمقيم على آخر المستجدات والتنبيهات الواجب تطبيقها رسائل تحذيرية وأخرى تنبيهية يعلن عنها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الإعلام المرئي والمقرو رسائل متواصلة للحد من انتشار هذا الفايروس وتوعية المجتمع بالطرق الواجب تنفيذها في بث الطمأنينة لدى المجتمع ولكن هناك من يستغل بعض الأخبار من أجل حاجة في نفسه بأكاذيب يهدف من خلالها إلى بث الرعب والهلع بين الناس الشائعة لم تجد رواجاً واسعاً خصوصاً في موضوع كورونا والتي أكدت وزارة الصحة والجهات المعنية على أن تأخذ تلك الأخبار من الجهات نفسها فالمعلومة الصحيحة دائماً تأخذ من مصدرها لا غيرها